بسم الله الرحمن الرحيم factors that affect chemical equilibrium العوامل التي تؤثر على الاتزان الكيميائي في واحد اسمه لشاتليه سوى principle أو سوى قاعدة قال if an external stress إذا كان في مؤثر خارجي is applied طبق على a system at equilibrium يعني على نظام متزن نظام متزن يعني التفاعل وصل لحالة الاتزان the system adjust in such a way that the stress is partially offset يعني يخفف من تأثير هذا الاسترس as the system reaches a new equilibrium position هذا system راح يتحول إلى حالة التزان جديدة أو موضع التزان جديد بالعربي إذا أثر مؤثر في نظام متزن سبب تغير في موضع الاتزان فإن هذا الاتزان يتجه نحو تقليل أثر هذا المؤثر حتى الغاءه تغير في التركيز تغير في التركيز سواء تركيز المتفاعلات أو النواتج قال لي إنا 720 درجة سيليزية the equilibrium constant kc for the reaction and the reaction is like this In a certain experiment the equilibrium concentrations are like this and like this and like this suppose يعني افترض أنه some NH3 is added to the mixture يعني يعني علمني وين راح يروح الاتزان موضع الاتزان راح يزاح في أي ناحية شوف أخوي عندي هني نيتروجين وهذا الهيدروجين وهذا الأمونيا وهذا تفاعل متزن شي اللي صار إنه وصل لحالة الاتزان وخلص فالحين صارت سرعة التفاعل الطردي أو الفورورد تساوي سرعة التفاعل للريفيرس خالصي من هالموضوع قمت أنا زوّت كمية الأمونيا شنو راح يسوي الاتزان راح يعاندني زوّت هذا لازم هو ينقص فشي سوي عشان ينقص لازم يتفكك بهلي اتجاه معناته الشفت راح يصير from right to left towards منو يعني باتجاه منو towards the شنو ها reactants اللي هي المتفاعلات معناته راح أقول له هني by calculating المفروض calculating the reaction quotient اللي هي QC and comparing it to the value of KC أقول له سهلات قانون الكوشنت نفس قانون الكي ما يفر قايد اللهم بس اسمه كوشنت فراح نقول Q تساوي عندنا النواة تشكاهي يعني NH3 الكل شنو تربيع على ليش تربيع لأنه هني اثنين على تركيز النيتروجين في تركيز الهيدروجين شفيه تكعيب ليش لأنه هني ثلاثة وبعدين الأرقام ما أعطيني إياها بس انتبه عاد إحنا نبي لبردكشن مالنا عقب ما أضفنا الأمونيا يعني عقب ما زدناها نبي نشوف لأنه هذا ندري هالقيم هذه الثلاث ندري أنها عند الاتزان فراح تطلع تساوي الكي اللي هو كاهو الكي كاهو ما أعطيني إياه لكن أنا يهمني عقب ما أضفنا الأمونيا شنو صار راح نسوي شذي راح نقول الأمونيا هي 3.65 لأن زدناها لين وصلت هذا الرقم وبعدين النيتروجين وين كاهو 0.683 في الهيدروجين اللي هو 8.8 الكل شنو تكعيب الناتج بيطلع 0.0 286 وما لا واحدة طبعا ونلاحظ أنه هذا 2 هذا الكي كاهو الكي راح نسوي شفت حق هذه 1 2 3 عشان السالب 3 فراح يطلع 0.0 237 معناته الكي أكبر من الكي كي دام الكي أكبر من الكي معناته الشفت يصير باتجاه شنو المتفاعلات معناه تتوقع صحيح عفوا خلنا من المسألة خلنا تكلم عن المعادلة هذه نفس الحين زودت الأمونية فراح بهالاتجاه لو قللت الأمونية شنو بيصير أنا الحين قاد علمك قاعدة لشات لي أن أي شي تسوي أنت بالتراكيز يعان دك في الاتزان أنت زودت هذا يمشي بالاتجاه عشان يقل هذا إن قللت الأمونية يمشي بالاتجاه هذا شدي ليش عشان يزود الأمونية اللي أنت قللتها إن زودت الهيدروجين يمشي بالاتجاه هذا عشان يقل له قللت الهيدروجين يمشي بالاتجاه هذا عشان يزيد عجيب نعم النيتروجي نفس حالة الهيدروجي فقضية التراكيز هذي وايد بسيطة الاتزان يعاندك النوع الثاني هو change in volume and pressure changing pressure does not affect liquids and solids ما يأثر التغيير الضغط على السوائل والمواد الصلبة ليش؟ قال لك because they are incompressible غير قابلين للضغط غير قابلين للضغط it only affects you know gases it only affects gases الشيء الوحيد اللي تأثر بتغيير الضغط هو الغاز هني يقول لي increasing pressure لما نزود الضغط favors the net reaction that decreases the total number of moles of gases يعني شنو عند زيادة الضغط يا جماعة الخير موضع الاتزان يروح نحو عدد مولات الغازات الأقل لما نزود الضغط الاتزان بيمشي نحو عدد مولات منه الغازات الأقل مو المولات الكلية تحسب لي solid لا 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 بس قاعد نتكلم دام قاعد نتكلم بالضغط كلامنا فقط عن الغازات عند تقليل الضغط يتجه موضع الاتزان نحو عدد مولات الغازات الأكثر لما نخفف الضغط هذا الضغط وفهمنا خلصنا من الضغط نحفظ هل قائدتين وبعدين قال لك الحجم الحجم شخصته مو الحجم لا علاقة بالضغط أنا كل ما زودت الحجم خف الضغط كل ما زكرت الحجم زاد الضغط معناتها عنده زيادة الحجم أنت قولي لما نزود الحجم شيصر بالضغط زيادة حجم يقل الضغط إذا قل الضغط أروح نحو عدد مولات الغازات الأكثر نفس الحالة تحفظناهم تماتيك إذا احنا فاهمين العلاقة بين الضغط والحجم عنده تقليل الحجم شيصر بالضغط قللت أنا الحجم زغرت المكعب أو البالونة أو الشيء اللي عندي شيصير يزيد الضغط لما يزيد الضغط يتجه موضع الاتزان نحو عدد مولات الغازات شنو الأقل فأنا أحفظ أول قاعدتين هذول أحفظ أول قاعدتين It is possible without changing its volume عجيب شنو نقدر أغير الضغط بدول أغير الحجم قال لك ذات is by adding an inert gaz ممكن أدخل مع الغازات الموجودة غاز خامل شمعنا خامل ليش inert يعني خامل ليش خامل عشان ما يتفاعل عشان ما يخرب للتفاعل مالي أدخل بس يزود الضغط ما يدش بالتفاعل بس يأذي العالم يحشرهم خلاص but it does not affect the equilibrium does not affect the equilibrium يقول هنا for the following equilibrium systems predict يعني توقع the direction of the net reaction in each case as a result of increasing the pressure لمن زود الضغط أو decreasing the volume نفس المعنى on the system at constant temperature دائما راح تكون درجة حالة ثابت معناته راح نزيد الضغط في كل الحالات هذه ونشوف شون يصير بالتفاعل إلى أين يتجه الاتزام أول واحد راح أطالع بس الغازات لنقال نتكلم عن الضغط فهذا ما راح أطالع وهذا ما راح أطالع ألاحظ الغازات عندي هني 2 مول وهني عندي 3 مول increasing pressure راح أمشي باتجاه المول المول الأقل معناته ها الشفت تو ذا ليف تلا رايت تلا رايت هذي تلا رايت تلا رايت اللي تحت تلاحظ هني عندي مول واحد غاز وهني عندي مول ومول يعني هني عندي اثنين وعندي واحد وزودت الضغط معناته راح يروح شدي فإذا shift to the left وطبع لما يقولك shift to the right يعني باتجاه النواتج يعني products وهني towards reactants باتجاه المتفاعلات زين آخر واحدة تحت يلا حلوها ها قعد نطر كانت حلها يلا قول هذا غاز وهذا غاز وهذا غاز مول 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 يعني هني عندي 2 مول وهني عندي 2 مول إذا زودت الضغط ولا قللت الضغط ولا زودت الحجم ولا قللت الحجم لا يوجد أثر ماذا يفعل الوضع في الوضع؟ تغيير الهوضة هي فقط الأفضل الذي تتغير الهوضة الهوضة ايضاً الكونستنت يتغير اللي هو الإيكوليبريوم كونستنت قال لي A temperature increase favors and endothermic reaction و temperature decrease favors and exothermic reaction ما فهمنا الحين فهمك شوف التفاعل لي فوق A زعاد بي يعطيني C زعاد D و الدلتة H سالبة شن يعني دلتة H سالبة يعني في طاقة منطلقة يعني الانرجي تصير هني صح هذا مكان الانرجي فلما أزود آن الانرجي رح أعاملها مثل ما عامل الconcentration ممكننا نقول إن إذا زودنا الconcentration مال هذا بيمشي الاتجاه صح عشان يقلله وإذا زودنا الconcentration مال هذا بيمشي به الاتجاه صح أو مصح كذلك إذا زودنا الحرارة على هذا التفاعل زودنا الحرارة رح يمشي به الاتجاه نفس الطبخة نعم نفس الطبخة فعشان بالامتحان انت حط الانرجيوية الشباب الحلوين ذول انزين استاذ لو قللنا هذا التركيز مال السي رح يمشي بهل اتجاه التفاعل صح اي نعم لو قللنا مال دي رح يمشي بهل اتجاه صح لو قللنا الانرجي قللنا الحرارة بردنا هني شي صير ايضا يمشي بهل اتجاه فرح نعمل الانرجي مثل ما نعمل شنو الكونسنتراتيشنز تحت تشوف العكس عندك اكس زائد واي يعطيني زائد زائد دابليو دلتا اتش تساوي 2001 كيلو جول وهذا عنده ثيرمك يعني هني الانرجي تفاعل ماصل الحرارة شنو رح يصير قال لك تفاعل ماصل الحرارة اذا زوّدت الكونسنتراتيشن مال واي بيمشي بهل اتجاه زوّدت الاكس بيمشي بهل اتجاه اذا سخنت او زوّدت التمبريتر بيمشي ايضا بهل اتجاه ها نفس الطبخة انزين قللت الواي يمشي شدي قللت الاكس يمشي شدي قللت الانرجي او بردت المكان نزلت التمبريتر يمشي شدي وصلت الفكرة فالاندوثيرمك اللي هو هذا تمام التمبريتر انكريز فايفور ذا اندوثيرمك ري اكشن اذا زوّدنا درجة الحرارة رح يمشي ويانا التفاعل اندوثيرمك هذا دام اندوثيرمك دام اندوثيرمك معناته شنو تأثير الحرارة وين حط الحرارة خلاكتبها اكتبها ويا المتفاعلات هني حلو يقول لي بردكت الوايقشن بردكت الوايقشن بردكت الوايقشن اذا انا زوّدت التمبريتر هني شنو بيصير بيمشي التفاعل بهذا الاتجاه فراح نقول شفت towards products بين قوسين to the right going to deep إيضاً بيمشي التفاعل بها التجاه إذن شفت شنو towards the reactants بين قوسين to the شنو left يارب تكون استفدت والحمد لله رب العالمين